اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البودكاست قراءة النهاردة هي لمشاعر الشخص اللي في بالك تجاهك في الطاقة الحالية الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع في القراءة اذا كنت جديد في القناة لو سمحت تشترك ويفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل الجديد وللتواصل او لطلب قراءة خاصة اللينكات ورابط التواصل موجودة في صندوق الوصف باليوتيوب تحت الشاشة اذا حابين احنا نستمر في حلقات البودكاست منفضلكوا ادعموا القراءات دي بلايك بشير ولو حابين انتوا تشوفوا الفيديوهات قبل نرزولها تقدروا انكم تنتسبوا في القناة هشوف طاقتكم في البداية عشان تعرفوا مدى انتبقها القراءة دي عليكم في الطاقة الحالية وبعدين نشوف الشخص اللي انتوا حطيتون ان هي عليه سواء حبيب كراش كنتوا مع بعض او منفصلين علاقة دي هي فيها مرأبة عالية اوي وفيها مقاومة قوية جداً وبرضو فيها طرف تانية ويمكن رابع يعني ممكن هنحطها في بند العلاقات الصعبة والمعقدة او العلاقات السلسية او ربعية انتم هنا في الطاقة دي ما شاء الله كويسين طاقياً فيه تصالح عائلي قوي فيه تواصل مع الروح فيه روحانيات عندكم قوية فيه شعور بطاقة الشغل في حياتكم فيه اقبال على الحياة فيه الترحيب بالبداية الجديدة يعني انتم كناس زي بتقولوا احنا هنرحب لو فيه علاقة جديدة احنا هنرحب لو فيه فرصة حقيقية ممكن تكون ما بينكم وما بين الشخص ده فتحين الابواب وفتحين قلبكو ممكن تكونوا يعني فتحين قلبكو ان انتم تدوا فرصة للحب او للارتباط لكن مش بتبينوا المشاعر بتاعتكو برضو بسهولة الا لو حسيتوا ان الشخص اللي قدامكم يستحق ان انتم تبينولوا المشاعر بتاعتكو دي اصواتكم من ضمن الحاجات المميزة قوي فيكم الفترة الحالية جاي الصوتكم حلو او ناس مدحة الصوت بتاعكم او انتم يعني او مزيعين صوتيين او بتقدموا محتوى صوتي او مغنيين او بتصنعوا محتوى بودكاست او حاجة زي كده برضو اللون الابيض حلو قوي عليكم وفيه في الطاقة دي حد اصلا هيتجاوز قريب او فيه بنوتة هتلبس فستان الفرح قريب قوي وتقريبا ممكن ما يبقاش ابيض كابيض ناصع البيض ممكن يكون اوفويد او درجة زي السكري او السمني وهي هتبقى عارفة نفسها او وفيه ناس تانية في الطاقة الحالية انتم جذبتوا اليكم بغض النظر عن هل هو الشخص ده ولا لا بس جذبتوا اليكم طاقة شخص كزوج او كزوجة في طاقة ثراء عالية اوية وفي طاقة ثراء قوية جدا جدا كمان ما شاء الله الشخص اللي انتم حطيتوا نايتكم عليه هنا اه هو مراقب ليكم وزي حد متجسس زي حد عنده الاهتمام طب انت بيحصل ايه في حياتك انت بيحصل ايه في اليوم بتاعك اه مش من الاشخاص اللي منفتح عن انه يعبر عن مشاعره او يقول لك مثلا هو حاسس بايه اه او ايه اللي بيمر به في الوقت الحالي التجربة الشعورية اللي هو حاسسها تجاهك هو منغلق شوية عن فكرة انه يعبر عن احساسه وشخص بيعرف يعمل تخاطر كويس قوي ممكن يكون بيتخاطر معكم من وقت الليل تاني واعتقد هتبقوا مستشعرين الطاقة دي اه فيه صمت كده رهيب لكن فيه تمني في نفس الوقت يعني زي انه ممكن انت كشخص تبقى عاوست تتكلم معا بس تقول لا انا مش هتكلم وهو كمان زي فيه محاولة لجهاد الزيت كده بتجتهدوا انتو انا همسك نفسي علشان ما كلموش او ما توصلش معا ده زي طاقة معجب سري او كراش او حد انتو معجبين بيه هو معجب بيكو بس كل واحد مستني مين هيتحرك اكتر الرجل هنا هو اللي هيتحرك بس هيخد وقته شوي المرأة لنت تتحرك في العلاقة دي سواء المرأة اللي بتسمع او المرأة هي المستمع اليها فالراجل هو اللي هيتحرك في الطاقة دي الطاقة ذكورية الراجل هو اللي هياخد المبادرة بس بياخدها مش بسرعة كده بيجاهد نفسه او بيبزل قصارى جهد شوية علشان يبدأ يتلحلح ويتحرك طبعا انتو اللي اتنين تخذ وقته قبل كده او تواجعتوا قوي في علاقات وممكن انت او الشخص ده لسه بتحاولوا تتعافوا من العلاقة في الماضي كان فيها قلم كان فيها واجعة كان فيها شغف قوي جدا بس انتو عديتوا ممكن الشخص ده لسه اوكي لان انتو في طاقة متشافين بشكل حلو او او في حد فيكو هنا لسه ستل في رابطة روحانية بينك وبين شخص ممكن تكون رابطة روحانية دي ما تقطعتش او مشينفعنا تقطعتها وانتو عارفين حاجة زي دي المشاعر الحقيقي اللي هو حاسسها تجاهك دلوقتي وخليني اخد لكم لابراج السرطان والطاقات الترابية والدلو الاسد والدلو مرة اخرى الاسد الميزان العزراء الاسد الحوت في حد هنا من مرتبط مصر امارات من طاقات كده اه وفيه برضو مصر الكويت اه دي طاقتين انا حستهم وطاقة بقى تقبرني بتاعة لبنان دي جميلة قوي هنا يعني معانا هنا احنا معانا في المجموعة دي متابعين من لبنان طيب اقولولي بقى انتم منين يا جماعة الجنسيات بتاعتكم ايه او بتشوفوني من اي دولة اقولوا في كتبولي في التعليقات اه او انتم من نفس الجنسية ولا ليه لانه في حسيت شوية انه ممكن مختلفين في الجنسيات بس افتركم عرب عرب يعني ايه المشاعر الحقيقية اللي شخص ده حسيسها تجاهكم عارفين الكلام اللي انا بقوله ده مالوش اي معنى بس هي اغنية بس وادر اللحن بتاعها بس الكلمات كلها غلط بس ما علي ان الناس اللي عارفة ان الكلمات غلط ما تقولش ان الكلمات غلط طب بلو قولو برافو اللي قلت يا صح. بس هي تقريبا كده. هل لما اقول دي بالنسبة لكم ولا لازم نقعد نشرح في المشاعر بتاعته وحاسس بايه. ونقعد بقى ان رغي ورغي وكده. اه يا الهي من هذه الطاقة. يتوقف الزمن حينما تكون مع هذا الشخص. يختفي كل شيء تختفي كل الالام تختفي كل الاوجاع تنتهي العقود الكرمية تنتهي الدروس الكرمية يتم تنفيذ العقد الروحي. تجربة الروحانية. الشعور. التدفق. الوفرة. الوفاء. الحب. روحانيات. الجذب. هناك كثير جدا 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 من الاشياء تجتمع وتكتمل باكتمال الطاقة دي. او باكتمال العلاقة دي. في احساس الشخص ده معاك انتم ملي يون في المية. يعني كأنه حاسس مليون في المية ان هو شافك قبل كده. ان هو عارفك قبل كده. اه ان في بينك وبينه حياة سابقة. ان دي مش اول تجربة ليكم مع بعض. ان ده مش اول تجسد بشري ليك وانتو الاتنين مع بعض. ان انتو الاتنين. اختبرتوا اه الحياة مع بعض قبل كده. او اختبرتوا تجسدات قبل كده. اوه. بصوا انا خدت لكم على فكرة من الباست لايف عشان انتم دي يعني دي طاقة مليون في المية حياة سابقة. مش مية في المية. مليون في المية باست لايف. هو انت والشخص ده في حياة اخرى كنتو مرتبطين ومتزوجين بعضكم البعض. الجزء من اجتماع العلاقة دي علشان تبقوا عارفين يتطلب ان يكون عندك ثقة ويقين. وممكن تكونوا متيقنين داخليا ان الشخص ده ليكم. بالرغم انه هو ما فيش اي حاجة. الطاقة اللي انا حستها. ان ده حد انتو معجبين به. اوكي. فمعنى اعجاب. معناها انه ممكن يكون ما تمش التصريح بمشاعر الحب. لكن مع ذلك الطاقة دي من قولة ليكم من باست لايف. طاقة الثقة واليقين وان انا متأكد مليون في المية. زي واحدة بتقول انا متأكدا ان هو ده زوجي وهو ده قدري. نقول لها يا بنتي منين يهديك يرديك تقول ما ليش فيه. انا متأكدا ان هو وخلص. طب هو متزوج ما ليش فيه. طب بنتي مرتبطة ما ليش فيه. فاللي هو جاي لك يقين او عندك احساس من جواك انت مليون في المية. مش عشان انا بقول لك كده. لا ده هو اصلا. يعني. رسالة يقينية ربانية زرعت بداخلك. وليس ان انت موهم وليس ان انت متشكك. دي حاجة جاي لك من عند ربنا. زي حد متأكد من حاجة وما عندوش فيها مجال للشك. فانت عندك يقين عالي اوي 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 بالطاقة دي. وخد بالك. احنا هنا بنبحث عن مشاعر الشخص ده تجاهك. بس الطاقة اللي ظهرت جات لنا ان رسالة منك انت انت عاوز تقولها. قد يكون الشخص ده عنده نفس الاحساس برضو. يعني نفس الطاقة بالزبط. لان انا بشرح الطاقة بتاعته ام اتنطط ليك انت. فممكن تكونوا انتو اللي اتنين متبدلين نفس المشاعر ونفس الطاقة. خاصة مع شعوره ويقينه ان دي باست لايف. الشخص ده بيبذل جهد عالي. علشان ما يفكرش فيكم بالطاقة الشغف الجسدي. او ما ينظرش شيء اليكم بنظرة فيها رغبة جسدية. ممكن يكون انه هو ان دفعت مشاعره ليكو بدري قبل قوانها. انجزب اليكو قوي قبل القوان. اتشد ليكو جسديا قبل القوان. او بسرعة. او مثلا انتو عارفين بعض بقالكو اسبوعين بقالكو شهر. وحس ان هو منجزب ليكو قوي. مشدود ليكو قوي. فعمال بيقاوم. اللي هو بيحاول يفرمل نفسه شوية. بيحاول يهدي اللعب شوية. يهدي الطاقة شوية. لان الطاقة اللي حاسسها تجاهكم قوية جدا جدا. انتو مرهونين بطاقة رقمية سبعة. ممكن يكون مسارك او مساره او مسار العلاقة او التاريخة اللي تقابلته فيه. وبقى ده حور ازرق. بعدين نبقى نشوفه. يعني حور صعب. في مشاعر الشخص ده تجاهك برضو معاك هي كان ميكا لوتوف ماني. ممكن معاك الشخص ده يبقى ملياردير. ممكن يبقى مليونير. ممكن يبقى مالتي ملياردير. ممكن يبقى مليونير. ممكن تبقى انتو اللي اتنين اتنين اثرياء واغنياء. يعني تشتروا الكوكب اللي فيها. يعني ما شاء الله. فكأن الشخص ده في مشاعره ان معاك لا الدنيا حلوة. الدنيا جميلة. معاك هو ممكن يعني يبقى عنده رفاهية انه يعمل اي حاجة ويوصل لاي حاجة ويشتري اي حاجة ويبقى الرفاهية المالية كده والمال متاح ملايين مليارات كتير ما شاء الله احساسه بيك برضو ان في بينك وبينه تواصل روحي قوي قوي انتم مرهونين ايضا في طاقة اسيا مش عارف انت فاهمين الكلام ده بغلق لان القراءة دي شوية متقدمة يعني ليكم حاجة هناك لو متاح ماديا معاكم تسافروا اسيا سافروا سواء بقى كوريا اليابان صين شرق اسيا كلها روحوا هناك الدول دي روحوا لو مش مقتدرين حاولوا ان انتم تحطوا خطة اونية لان انتم تجربوا تختبروا الطاقة دي او الدول دي احساسه بيك ان انت مكسب كبير قوي مكسب كبير لحياة الشخص ده ومكسب كبير لأي انسان ومكسب للكرة الارضية كلها ومكسب لوجودك معنا في القناة لانك هتدعم القناة وانت داعم في القناة بالفعل يعني لو القراءة دي بتاعتك فانت لازم تكون داعم في القناة لازم لازم ما تسألوش ليه اوكي لو القراءة دي بتاعتكو لازم تكونوا داعمين في القناة داعمين مدين في القناة او النية بتاعتكو تكون كده لان اللطاقة القرمية معاكو غريبة شوية عشان برضو تبقوا عارفين او فما شاعر الشخص دا برضو تجاهكم ان انتو المقدر ليه الارتباط بيكم انتو المقدر ليه انو هو يكون معاكم في علاقة اثرية في علاقة عائلية في علاقة زوجية لازم يكون في بينك وبين الشخص ده زواج هو زي حاسس مليون في المية ان انتو هتجتمعوا يعني شجرة الحياة بتاعتكو واحدة. شجرة الحب هتطرح ما بينك وما بينه. آآ الزواج المقدس هو الزواج المقدس اللي بينك وبينه. في احساس وانت امنية هو هو متأكد. انت شخص اللي هو حلم بي. فيه اغنية بتقول ده اللي حلمت بي. آآ العمر دي باش صبروا سوانية اشوف لكم الكلمات بتاعتها ايه? او ممكن سبقوا الفيديو آآ دقيقة كده. آآ العمر آآ دياب اسمها ويا. ده اللي كان نفسي فيه لو تيجي صدفة تجمعني بيه. فرصة عمري ضيعها ليه مش معقول. عيني قدام عيني. ده اكتر من اللي حلمت بيه. جال يوم اللي انا مستنيه عشان اقول. ويا. الحياة هتحلى وانا معاه. هو ده اللي انا بتمناه. واللي عيني شايفاه. احساس انه احلى واغلى الناس. خلي قلبي يقول لي خلاص. اهدى بقى لقينا. ايوة هقوله عيد. ما هو بقى جنبي ومش بعيد. فرحة قلبي كأنه عيد مستني. يلا هو جال اوان. مش هستنى اليوم كمان. لازم اقوله انا من زمان عيني عليه. ويا. الحياة هتحلى وانا معاه. هو ده اللي انا بتمناه. واللي عيني شايفاه. احساس انه احلى واغلى الناس. خلي قلبي يقول لي خلاص. اهدى بقى لقينا. ويا الحياة هتحلى وانا معاه. وهكذا وبتبدأ عيد. فيه كلمات الاغنية مرة تانية. فممكن تسمعوا اغنية ويالة عمر ديب. الشخص ده بيهديها اليكم. اه ممكن برضو خدوا معاكم تقاتل الجدي. والقوس والعقرب والثور والطاقة الترابية. اه وبرج السرطان. والشخص ده اه تحلوا بالايمان واليقين وان شاء الله يكون في بينكم وبينه زواج. اكي? العلاقة دي علاقة قدرية. علاقة قدرية وفي بينكم حياة سبقة او اكتر. وفي منكم اشخاص هنا ممكن يكونوا اه مختلفين في في المستوى المادي. اوكي? اه ممكن في في الطبقة الاجتماعية المادية ممكن يكون في اختلاف ما بينك وما بين الشخص ده. او انا حد في كم عايش في في منطقة عارفية والتاني عايش في منطقة متطورة جدا او فيها اه حضر او 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 مدينة بشكل عالي او اه فيها الصخب الخاص بالمدن وكده. اه برضو اه حد هنا بيلعب ايكيدو. والشخص ممكن انت او هو. واحد بيلعب انتو رياضيين او بتلعبوا برضو السباحة. او مدربين في الحاجة دي. وحد لي علاقة بتنصيق قوام الجسد. يعني ممكن تكونوا اطباء اه متخصصين اطباء جلدية او اطباء مدخصين في تنصيق القوام او تجميل الاسنان. او او العمليات التجميل برضو. دي ممكن حاجات كازية دي التأكيد لبعض الاشخاص ممكن يكونوا بحاجة الى الاستماع اليها. واحد فيه كل لون المفضل عنده هو الابيض والطرف التاني اللون المفضل عنده هو الاسود. ممكن حاجات دي تتأكدوا منها قدام شوية بالزيت لو العلاقة فعلا لسه يعني جديدة فانتم مش معاكم يعني المساحة انكم تعرفوا يا طرف فعلا دي الحاجات دي حقيقية ولا لأ اصبروا وهتعرفوا كل حاجة بنفسكم في اقل من سبعة شكور من وقت سماعك بالقراءة بتكون انت والشخص ده متزوجين. تانكيو. اشوفكم على خير بفيديوهات تانية. ادعموا البودكاست بلايك وشير واستراك في القناة. وفي التعليقات قلوا لي مدى انت بقى القراءة عليكم. ممكن ترجعوا ليها ان شاء الله لما تتزوجوا من الشخص ده وتيجوا تبشرونها لو حبيتوا. اه الى اللقاء ان شاء الله بفيديوهات تانية. باي باي.